ده اللاب بتاع المجرمات إن شاء الله أقول لك أقربة أول فيديو هينزل هيكون عبارة عن تعليمات بالنسبة للريكورتات اللي الطلبة هيعملوها فبالنسبة لكل ريكورت هيكون فيه فورمات كده معين الطلبة لازم تبشي عليه إن شاء الله يعني ده بس عشان إن احنا نحاول نوحد الريكورتات اللي تتسلم وتسهل على للطلبة وتسهل عليناها بالنسبة لأول حاجة ريكورت هيكون فيه أول صفحة فأول صفحة هيكون فيه كام حاجة كده لازم تكون موجودة أول حاجة هي الـ experiment name والـ number بتاعت الـ experiment ثاني حاجة لازم تحط اسمك ثاني حاجة الـ student number رقم الجلوس والرقم section بتاعك أو اللي مش عاملها وبالنسبة للـ format لو مش هيك كده بالنسبة لأول صفحة هيكون فيه deduction درجتين بالنسبة للـ report ذات نفسه بها هيكون فيه format برضو احنا هننمش عليه أول حاجة لازم تقول إيه الـ objectives بتاعت التجربة دي هتقول الكلام ده جملة أو جملتين كلام من عندك يعني مش لازم تاخده منها إيه الغرض من التجربة ثاني حاجة هتقول الـ apparatus إيه الحاجات اللي استخدمتها في التجربة الحاجة التانية هتقول الـ procedure في الـ procedure هتقول انت وصلت الحاجات إزاي الخطوات اللي انت عملتها وبالتفاصيل بعد كده في التجربة هتاخد فيه حاجات هتقسمك فأي حاجة انت استاعتها هتحطها في جزء كده في الـ results لو من الإياسات دي هتضطر ان انت تستخدم معادلة أو تحسن حسابات هيكون موجود في جزء الـ calculations وآخر حاجة هتقول الـ conclusion دي مهمة جدا بالنسبة للـ report الـ conclusion هتقول انت وصلت لايه ايه اللي انت استوعبته من التجربة ايه الـ results اللي احنا ممكن نطلع بيها وايه اهمية التجربة ده تمام نفس الكلام برضو الـ format اللي مش هتكون موجودة كده هيكون فيه reduction من الدرجتين هو report من 10 درجات فيه اثنين بوينت مهمين جدا 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 اول حاجة هيكون ممنوع انك تسلم اي report مكتوبة بالـ ead فكل الـ reportات لازم تكون مكتوبة على الـ computer اوكي ومش هانكرا هتقول اقصى درجة 5 درجات هيكون فيه deduction خمس درجات بالنسبة للحاجة تانية بالنسبة للفايلات اي فايل بلاستيك بتحط الـ report بواه او تغلفه بيه او اي حاجة هيكون ممنوع يريد بس ان انت تجيب الـ report عبرنا عنه ورق ومتدبس فقط يعني و لو هتتسلمه في فايل هيكون فيه deduction درجتين احنا كده بنحاول نوفر عليكم تمام ان انتوا ادرح تشتله فايلات وعلينا احنا كمان ان احنا بنتعف عملية ان احنا بنتطلع report من الفايلات وشكرا ويريت ان يكون معمل لذيذ ان شاء الله مستواني